اشتركوا في القناة يعني النطق وحبينا نخليه لوحده بحيث ان انت ما يكونش ضغط على أبطالنا النهاردة طبعا في جزء الأول بنتكلم عن حاجتين لازم تعرفهم اقرى معاها كده سبورتس بلايس سبورتس بلايس يعني الأماكن الرياضية تعرف الأماكن اللي بنلعب فيها الرياضة طب ويه كمان معناها المعدات اللي هتستخدمها في الرياضة دي نقول تاني سبورتس بلايس يعني الأماكن الرياضية والمعدات وعادي يقول لها مستر هو أنا أحفظ الكلام ده والله سيادتك لو حفظت هتبقى النفسك ما حفظتوش أعرفه بس كده ان ده الأماكن الرياضية والأكوب منت معناها المعدات الرياضية الأدوات يعني اللي انت بتستخدمها تعالى ندخل كده مع بعض على كل كلمة ونعرف هي تبع الأماكن ولا تبع الأكوب منت تمام طيب بدلة الكراتي اسمها ايه يلا كده كراتي 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 سوت كراتي سوت أو كراتي سوت كراتي سوت والله تاني كراتي سوت السهل لك قوله تمام سواء كراتي أو كراتي طيب طبعا دي بدلة الكراتي والله تاني كراتي سوت كراتي سوت طيب حزاء كرة القدم طبعا ده يا ولاد أماكن ولا equipment يعني معدات تمام يبقى ده طبع equipment يعني المعدات طيب ندخل على حزاء كرة القدم football boots football boots football boots يعني حزاء كرة القدم طبعا ده طبعا إيه equipment يعني معدات طيب tennis ball tennis ball كرة التنس ده برضو إيه equipment طيب ايه أنا معدات نظارة السباحة اسمعها إيه swimming goggles نوالة تنس swimming goggles swimming وانتا كويس swimming ما تنتقلش الجي وتقولي swimming لا swimming goggles swimming goggles swimming goggles swimming goggles نظارة السباحة دي طبعا تبع الإيكوب منت تبع المعدات آخر حاجة دلوقتي تبع المعدات squash rockets squash rockets يعني مضارب السكواش طبعا تتعرف إنه بيكون فيه مضربين السكواش squash rockets يعني مضارب السكواش طبعا ده طبعا إيه equipment يعني معدات ندخل بقى على السبورتس بليس يعني الأماكن الرياضية المكان الرياضي الأول ملعب التنس تنس سي هنا تتنطق ك كارت تنس كارت تنس كارت يعني ملعب التنس ملعب كرة القدم الكلمة بتتغير ما هوش كورت خالص لا بيبقى إيه football pitch football pitch football pitch football pitch معناها ملعب كرة القدم عايز سول pitch لوحدها كده برضو معناها ملعب كرة القدم طيب طبعا هنه تذكرنا رياضة الايه السكواش صح طب الملعب بتاع السكواش برضو اسمه كارت خلي بالك تمام يبقى أنت كده عندك الدنس والسكواش الملعب بتاعهم اسمه كارت لكن الفوتبول الملعب بتاعه اسمه ايه pitch اسمه ايه pitch حمام السباعة ده طبعا معروف من زمان اسمه ايه swimming pool swimming pool swimming pool حمام أتمنى أن أنتو تعيدوا الكلام وتحفظوه كتابة وتسمعوها لنفسكو غايبي طيب ناخد بعض الكلمات الزيادة اللي هتخدمنا في ترجمة الجمل والأسئلة وحاجات الدرس رقلات رقلات عالية يعني أن انتو تشوت حاجة عالية تشوت كورة عالية وهكذا اسمها ايه بقى high g h d مش بنطقهم high kicks high kicks يعني رقلات عالية رقلات عالية أو أن انتو تشوت حاجة عالية يعني كلمة kick أصلا معناها يشوت طيب رقل الكرة يعني انتو تشوته كورة اسمها ايه kicking a ball هي خدت كلمة kick دي معناها يشوت وحطت لها اين جيه وبعد كده كتبت a ball الكرة kicking a ball kicking a ball معناها رقل الكرة سريع أو بسرعة fast fast يعني سريع أو بسرعة fast سريع أو بسرعة طيب مثلا يقولك ايه علي it's fast علي بيكون سريع وما لتجي انت بسرعة يقولك علي runs fast يعني علي بيجري بسرعة ينبقى مرة جات صفة ومرة جات ايه حال طيب فصل الصيف summer 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 يتناغم يعني يتناغم يعني على نفس الوزن تمام اسمها ايه rhyme rhyme الـ HD متنطهاش rhyme 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 واللي مش فهم معناه يتناغم يعني يمشي مع الوزن يعني تمام هنعرف بعد شوية يعني يتناغم يعني يتناغم يا ولاد هديك بس مثال كده شافوا عارف كلمة two اللي هي اتنين طيب وكلمة two اللي هي حرف الجر إيه وكلمة two اللي هي اللي هي معناها أيضا أو جدا تمام الكتابة بتاعتهم مختلفة لكن النط هو اللي واحد فدول بيتناغم مع وعد وهكذا طيب فيه برضه مثال تاني هدهو لك عشان تعرف يتناغم يعني ايه ميت ايت وهكذا اللي هو ايه النهايات بتكون ايه واحدة تحس ان رتم واحد يعني افضل best افضل يعني ايه best طريقة way 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 حركات moves 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 حوائط walls walls اللي هي الحيطان يعني حطة واحدة تبقى wall حطينا يسة تبقى حوائط walls 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 طبعا الدابلي بتنطق قوة صغير small 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 لحد دلوقتي انت سيادتك هتحفظ طيب تعالوا بقى الحاجات دي هتفيدنا كتير واحنا بنترجم انت خدت قبل جدك المتوط معناها ايه ما او ماذا تمام هي هنا بقى مش جاهلك في سؤال يعني مش جاهلك في سؤال فخلي بالك من المعالي اللي هنقومها دي وط هنا معناها ما ما بس كده تمام هتيجي في نص الجملة what I where ما ارتديه اللي هو I يعني انا where يعني ارتديه يبقى احفظ كده معايا what I where ما ارتديه طيب where انت خدتها معناها اين بتسأل عن الزمان بتسأل عن ايه المكان sorry بتسأل عن المكان مكان الحاجة يعني طيب where يعني اين صح اه بس هنا جات لك معناها حيث برضو بتسأل عن المكان خلي بالك بس هنا ما السؤال جملة where I go يعني حيث اذهب اه يعني انا وجوي يعني اذهب where I go حيث اذهب where I go حيث اذهب ببقى اصدو المكان طيب تعال انا اخد التالتة when انت تعرفها معناها متى بتسأل عن الزمان هنا برضو بتتكلم عن الزمان بس مش معناها متى معناها عندما معناها ايه عندما احفظ الكلام اللي بقولولها كويس when I do عندما افعل when I do عندما افعل يبقى انت كده عندك تلات حاجات النارده لازم تخلي بالك منهم what النارده جات معناها ما where جات معناها حيث when جات معناها عندما ودي بتعبر عن حاجة غير عاكل where دي بتعبر عن المكان وان بتعبر عن الايه الزمان طيب في برضو كلمة نقبلها with walls all around with walls يعني فيها حيطان all around يعني حوالينا يعني اصدو يعني تحيطها القدران تحيطها القدران يعني الحيطان حواليك with walls all around with walls all around يعني تحيطها الجدران ندخل بقى في listen and look اسمع وانظر البطل ده بيتكلم عن نفسه وجايب لك الصورة ديت قدامه نعرف على طول انه هيتكلم عن قدامه بيقول لك I love my sport يعني انا بحب الرياضة بتاعتي ايه هي رياضتك يا باشا قال لك kicking a ball kicking a ball يعني ان هو يركل الكرة on a pitch في الملعب طيب قلنا طبعا pitch دي ليه الملعب بتاع قدام is my favorite thing يعني بيقول لك ركل الكرة في الملعب بيكون الشيء المفضل ليه طيب البنوتة دي راحت ايلى ايه وجابت صورة ايه اكيد سباحة طيب قالت لك being in a swimming pool يعني كوني ان انا كون يعني في حمام السباحة and doing this sport وان انا امارس هذه الرياضة doing this sport is the best thing for me بيكون the best يعني افضل thing يعني شيء for me بالنسبة ليه افضل حاجة ليه i feel like انا اشعر كاني او مثل a different person يعني شخص مختلف طيب الباشا ده بيتكلم وجايب صورة ايه رياضة الكرة ايه بيقول لك i like the way انا احب الطريقة i can do اللي انا اقدر بيها lots of different moves اقدر اعمل الكثير من الحركات ايه المختلفة i like high kicks انا بحب الركلات العالية best افضل شيء my suit البدلة بتاعتي for this sport للرياضة دي is white لونها ابيض طيب البنوتة دي بتتكلم عن الشخص ده وهو ماسك المضرب وبيلعب بالكرة دي هنعرف دلوقتي الرياضة دي اسمها ايه طبعا بتقول i love this sport انا بحب هذي الرياضة because لان i am very good at لان انا اكون جيدة جدا طبعا انا اخدنا قبل كده كعدد good at تمام كان بيجي بعديها اي اما نون كلمة اسم اي اما ايه فعلا ما تضاف له i n g طيب انا جيدة جدا good at it فيها قصدو يعني في الرياضة تمام it دي تعود على ايه لسبورت الرياضة you play on a small court انت بتلعب في ملعب صغير with walls all around والحيطان حواليك تمام you have a small racket انت عندك او بتملك مضرب صغير and you move very fast وبتجري او بتتحرك بسرعة جدا you get really hot وجسمك بيزداد سخونة hot يعني سخونة too ايضا تمام كده طيب يبديك كده رياضة ايه السكواش رياضة ايه السكواش طيب ندخل على البشا ده بيتكلم عنده ومسك مضرب والهواء الطالك مفتوحه وفي شبكة في النص تعرف على طول انها التنس تمام I think انا اعتقد it's an awesome sport انها تكون رياضة رائعة كلمة awesome خدناها بلا كده معناها رائع رياضة رائعة and I practice a lot وانا بتدرب وانا بتدرب كتير in the summer في الصيف they have tennis cards يعني هم عندهم ملاعب لتنس in the park في الحديقة العامة and I go there وانا اذهب هناك with my friends مع اصدقائي طيب ندخل على الصفحة اللي بعدها جاي بالصورة بتاع الحزاء الرياضي بتاع كرة القدم وبيقول ايه طبعا دي معدات تمام المعدات بتاع الرياض يعني ايه this is what I wear to play football تعال ترجم this is يعني هذا يكون what I wear ما ارتديه ما ارتديه to play football لكي يالعب كرة القدم بارة عن قدم انا اعيل لك طبعا this is what هذا يكون ما او هذا ما تمام I wear انا ارتديه to play football ان انا بلعب او لكي يالعب كرة القدم يعني من الاخر this is what بيجي بعدها جملة كاملة this is what بيجي بعدها جملة تمام و this is where برضو بيجي بعدها جملة اللي احنا اتفقنا عليهم فوق هذا يكون ما ارتديه لكي يالعب كرة القدم طيب الجملة التانية this is where هذا يكون this is يعني هذا يكون where يعني حيث او قلتلك المكان متعبر عن المكان هذا يكون حيث انا بلعب football this is where I play football هذا يكون حيث العب كرة القدم او هذا يكون المكان حيث العب كرة القدم طيب ندخل على الرياضة اللي بعدها جايب لك حمام السباحة تمام اهو طبعا ده يبقى مكان يبقى where طيب و دي حاجة هي شيء من المعدات بقول عليها what طيب يبقى this is where هذا يكون المكان او هذا يكون حيث حيث ايه I go swimming اذهب للسباحة اصدو على المكان ده طب اللي بعدها النضارة طب عندي حاجة غير عاكل يبقى this is what هذا يكون ما ارتدي this is what I wear ارتدي to go swimming لكي اذهب للسباحة يعني في كل صورة جايب لك الشيء والمكان الشيء بقول عليه what المكان بقول عليه where هنا الشيء بقول عليه what وهنا المكان بقول عليه where اعرف ها كده على طول هذا يكون حيث او هذا يكون المكان هذا يكون ما انا قلتلك what هنا اقولها ما وبييجي بعد where وال what جملة عادية فاعل وفعل وكمل فاعل وفعل وكمل طيب ندخل على الرياضة التالتة بيقول بقى سكواش ان انا نلعب سكواش يبقى اول ما شوف الشكل ده جدا تمام الشيء بقول what طيب انه ما بتسأل عن او بتعبر عن الحاجة او الشيء الغير عاقل طيب هنا المكان قلنا where this is where هذا يكون المكان او هذا يكون حيث حيث ايه i play سكواش العب اللي سكواش طيب الرياضة البعض كده الاخير قالك البدلة طبعا البدلة ايه غير عاقل تمام وشيء كمان من المعدات رحنا اقلين what this is what هذا ما ما ايه i wear ارتديه ليه عمل حاجة ارتديه قالك to do karate to do karate انا امارس رياضة karate طبعا karate او karate بتاخد الفعل ايه do تمام طيب هنا بيتكلم بقى عن ايه المكان اللي ايه يلعب بقى فيه ولا كده هنشوف هيقول ايه this is what هذا يكون ما برضو i do افعله يعني بيقولك دا اللي انا بعمله بقى اللي هو السريخ اللي هو عمال يعمله دا والحركات بتاعته دي بيقولك this is what i do هذا يكون ما افعله when i do عندما high kicks عندما اقوم بحركات عالية او بركلات عالية it rhymes with يعني بتتناغم مع you and to يعني بتتناغم مع النط بتاع you to يعني هو يقصد ركلات العالية دا هو المقصد بها تمام طيب ندخل على الاكسرسايز اول سؤال match طبعا احنا دلوقتي في صفحة واحد وتسعين اول سؤال بيقولك بيقولك يعني حمام السباحة is بيكون ايه ندور على حاجة تنفع بيكون ايه حمام سباحة يبقى تلاقي الجنب التاني اكيد سباحة where i go swimming حيث اذهب للسباحة بقى هنا تكتب number one هنا تكتب number one طب number two بيقولك when i swim عندما ازبح عندما ازبح لما ازبح اعمل when i swim i use my googles انا باستخدم نظرتي عندما ازبح انا باستخدم نظرتي يبقى كده number two طيب رقم three we play tennis احنا منلعب التنس منلعب التنس فين في الملعب on the courts on the courts يعني في الملاعب فين في الملاعب يبقى انا كده number three طيب اخر حاجة i wear my boots انا بارتدي حزائي اللي هو الحزائي بتاع كرة القدم يعني طيب اول ما تشوف كلمة boots دي تمام تعرف ان عكرة قدم طيب فين بقى انا بارتدي حزائي when i play football عندما العب الفوط يبقى ان نكتب number four اربعة ننزل على السؤال اللي بعده اللي هو اختياري being in swimming is exciting عايز يقولك ان انت تكون في حاجة كده تبعي السباحة بيكون exciting حاجة حلوة طيب حمام السباحة اسمه ايه pole تمام يبقى نختار كلمة pole اللي هي التالتة طيب we play football احنا بنلعب كرة القدم ان ايه احنا قلنا الملعب بتاع كرة القدم اسمه ايه pitch صح بس انا لان الكلمة اخر ه طبعا انا كنا اخذين قبل كده الكلام اللي بينتهي بس احب تحط له الجمع يعني يبقى بتضيف اس طيب رقم تلاتة ايوز ماي انا بستخدم حاجة كده عشان نلعب السكواش تلعب السكواش ازاي بالمضارب فين المضارب راكتس يعني مضارب رقم لان i can do انا اقدر اعمل اعمل الكسر من الحركات وركلات عالية طيب حركات وركلات عالية يبقى كده ايه كراتة 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 او كراتة تمام طيب رقم خمسة انا عظيم او رائع في السكواش لان اي لان انا بعمل كتير بتدرب اي كلمة تدرب practice ايه طيب بعد كده جايب لنا ايه read and complete اقرأ وكمل لتكست النص swimming يعني السباحة matches يعني حاجة من الاتنين اما تتطابك او تتناسب تمام او مباريات هنشوفها دلوقت كراتة اللي هو رياضة الكراتة pitch يعني ملعب كرة القدم pull اللي هو حمام السباحة تعال انا نشوفها بتاعت اخويا is ايه بتكون ايه لسه ما عرفش لازم اكمل عشان اعرف he always use his googles بيستخدم googles النظارة بتاعت السباحة when he goes to the balls وعندما يذهب لحمامات السباحة يبقى دا كده ايه الرياضة اسمها ايه swimming يبقى نكتب كلمة swimming دي في رقم اتنين طيب ندخل على بعده my little sister اخت الصغيرة is good at بتكون كويسة في ايه لسه برضو ما عرفش لازم اكمل عشان اعرف she does a lot of moves بتعمل حركات كتير and does high kicks وبتعمل برضو ركلات عالية يبقى ايه يبقى در الرياضة اسمها ايه karate karate اللي هي رياضة karate دي ticket في رقم 3 اخر حاجة بقولك i like to watch tennis يعني انا بحب بشوف حاجة بتاعت يبقى اصدق المتشات بتاعت التنس والمباريات بتاعت التنس اسمها matches يعني مباريات طيب ننزل في الصفحة اللي بعدها هتلاقي سؤال ترتيب طيب يلا كده معايا polls تمام polls اللي هي حمامات السباحة are بتكون بتكون ايه where we go swimming حمامات السباحة تكون حيث نذهب للسباحة او تكون الاماكن حيث نذهب للسباحة نولاتين polls are where يعني عمامات السباحة تكون حيث حيث ايه we go swimming حيث نذهب للسباحة ايه ما تنساش الفلسطات رقم اتنين courts يعني الملاعب سواء بقى ملعب التنس او ملعب السكواش courts الملاعب ملها جمع صح يبقى are تكون وبعد كده دي اماكن صح يبقى where حيث يبقى courts are where الملاعب دي تكون حيث حيث ايه طبعا احنا قلنا بيجي بعد where جملة سيوط كده برضو بيجي بعد جملة طيب where ايه we play tennis حيث نلعب tennis نقول اتاني courts are where we play tennis يعني الملاعب تكون الاماكن او حيث نحن نلعب tennis رقم رقم تلاتة i wear انا ارتدي a karate suit ارتدي بدلت karate i wear a karate suit طيب رقم اربعة we play football احنا بنلعب football on the pitch اللي هو الملعب بتاع كورته كدم لو انت ملاحظ معايا سواء court الملعب بتاع tennis او pitch الملعب بتاع كورته كدم كله بياخد حرف جر on تمام طيب سؤال punctuation انا اعمل اللي هو capital والسمول يعني الاس بتاعة سارة بعد كده النقطة يعني في الاخر هنا w تعمل capital في الاخر question mark هنا بيقول لك اكتب بارغراف من خمس جمل باستخدام الكلمات دي بيقول لك sports equipment يعني معدات الرياضة او معدات الرياضية طيب هنا جايب لك برضو صورة تعبر عن المضوع وبعض الكلمات football boots يعني الحزاء بتاع كورته كدم آآ ألفت لك علي جملة انت ممكن تقلب جمل كتير بس انا انا حزاء رياضي او حزاء كورته كدم روح تقيل لك I wear my football boots انا ارتدي حزائي بتاع كورته كدم بس كده طيب كراتي كراتي سود يعني بدلة كراتي روح تقيل لك I have كراتي سود يعني انا امتلك او عندي بدلة كراتي طيب راكتس يعني المضارب روح تقيل لك انا باستخدم المضارب في السكواش كورتس يعني الملاعب تمام روح تقيل لك I play tennis انا بالعب tennis in كورتس في الملاعب طيب اخر كلمة googles يعني نظارات بتاع السباح روح تقيل لك I wear googles انا ارتدي النظارات بتاع السباحة دي when I swim عندما اسبح وما تنساش الفلسطوبة في الاخر واول حرف capital بس انا كتبت قملك تحت بعض انت متاح لك تكتب الجمل دي جنب بعض تمام تمام طيب اتمنى نكون افدناكم وان شاء الله نتقابل في جزء تاني ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك subscribe او تحط للفيديو لو عجبك تحط له لايك عشان يظهر للناس التانيين ويا ريت تشارك الفيديو للناس التانية او لأي حد تعرفه في سنة خمسة لعلها تكون افادة وصدقة جارية ان شاء الله ويتمنى الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله